السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناة كو عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتعلم مع بعض ازاي ننصتك اه ابيات الشعر في ملف الورد بطريقة احترافية وباسهل طريقة زي ما حضرتك شايف كده دي النتيجة اللي انت ان شاء الله توصل لها في نهاية الفيديو لو حضرتك حابب تعرف ازاي هننصتك الابيات الشعرية في برنامج الورد بطريقة بسيطة وسهلة بالطريقة اللي انتوا جايف هنا دي تابع معايا الفيديو للنهاية الخطوة الاولى اللي انا هعملها ان انا هفتح المتصفح بتاعي واروح اجيب القصيدة اللي انا حابب ان انا نتعامل معها وهي القصيدة اه اللي احنا نشتغل عليها بإذن الله قصيدة اه اللي هي ادعي الايام للامام الشافعي اه على سبيل المسال نفتح نجيب القصيدة تمام كده هوت زي ما حضرتك شايف ده كده الديوان بتاع الامام اه الشافعي تمام كل اللي انت هتعمله في الاول ان انت هتروح محدد القصيدة بالكامل زي ما حضرتك شايف كده هبدأ احدد القصيدة بالكامل بعد ما حددتها هروح واقف كليك يمين واضغط على نسخ خلاص كده انا مش محتاج الصفحة بتاع المتصفح هبدأ افتح صفحة جديدة انتظر طبعا لما الصفحة تفتح معي تمام بعد كده اختار مستند فارغ وبعد كده اختار اللي هو حاجة اسمها تخطيط وبعد كده اختار حاجة اسمها هوانش اختار اللي هي هوانش ضيقة وبعد كده اضغط كليك يمين واضغط على لصق تمام كده بعد ما ضغطت على لصق ابدأ اروح رايح للشريط الرئيسي تمام كده هوت وبعد كده اختار اللي هو تحرير وبعد كده تحديد الكل احدد القصيدة بالكامل وبعد كده اضغط على مفتاح الغاء كل انواع التنسيق اللي هو الازدر ده تمام كده هتتحور القصيدة بالشكل ده هخليها زي ما هي متظللة وبعد كده اروح رايح على ادراج وبعد كده اروح رايح على ادراج حاجة اسمها جدول وبعد كده هتحويل النص الى جدول واختار عدد الاعمدة اتنين عمود تمام واضغط على موافقة تتحول بالصورة اللي حضرتك شايفها دي انا عايز ادرج عمود في الوسط تمام كده هوت هروح مزلل الجنب ده تمام واختار كليك يمين وبعد كده ادراج وبعد كده ادراج عمدة الى اليسار كده ادراج عمود الى اليسار ابدأ اعمل كليك يمين واختار حاجة اسمها خصائص الجدول واروح رايح على حاجة اسمها عمود وابدأ اقلل سمك العمود اللي موجود في الوسط ده الى واحد سنتي تمام كده هوت لحديت ما وصله لواحد سنتي وبعد كده على موافق بعد كده اروح مزلل اللي هو العمود الاول تمام زللت العمود الاول اعملو مرة تانية واضغط على كليك يمين واختار اللي هو خصائص الجدول واروح رايح على العمود واخليه تمانية سنتي تمام كده زي ما حضراؤك شايف وبعد كده اخد العمود التالي ده طبعاً اللي في الوسط انا خليته خلاص واحد سنتي واروح اخد العمود اللي بعديه اللي هو العمود التالت هتخليه برضو تمانية سنتي زي ما حضراتك شايف كده هفضل لما توصل لتمانية سنتي واضغط على آآ موافق بعد كده هزلل العمود او اللي هو الجدول بالكامل ممكن ازلله بالطريقة العادية وممكن ازلل له من فوق على طول واختار اللي هو حجم الخط. افترض مسلا ان انا اخليه اه ستة عشر. واختار نوع البنت بتاع الخط. وانا افترض ان انا هاخد الخط ده. تمام كده. ممكن اقبر شوية الخط كمان. خليه مسلا عشرين. بعد كده اروح رايح على اللي هو ضبط. واختار اللي هو ضبط متوسط. تمام? زي ما حراف شايف كده? لسه الضبط بتاع العمود اه مش مزبوط. طيب هنعمل الضبط النهائي ازاي? كل اللي انت هتعمله وتضغط من لوحة المفاتيح على مفتاح شفت وايه انتر. تمام? زي ما حراف شايف. اروح نازل على العمود اللي بعده. وهكزا العمود اللي بعده. نفس الكلام العمود اللي بعده. تمام? الاقي بدأ يتم عملية الضبط. هتبدل تنفز الموضوع ده لحين الانتهاء من الجدول بالكامل. كمان? زي ما حراف شايف كده الضبط معي. اللي بعده اروح رايح الجنب التاني. اعمل برضو مع انتر. احط طبعا المؤشر بتاع الكتابة في نهاية الكلام. واضغط على من لوحة المفاتيح. وهكزا. كمان. زي ما حراف شايف كده. ابدأ اكمل حديث ما انتهي من القصيدة بالكامل. زي ما حراف شايف كده عملتها بالكامل. هبدأ ازلالها. ممكن بقى اغير آآ ثمك الخط. زي ما حراف شايف كده. طيب. انا ده وقت عايز اشيل اللي هي الحدود بتاع الجدول عشان بنبنشي عندي في الطبعة. كل اللي هتعملها تضغط على آآ كليك يمين. وتختار حاجة اسمها انماط الحدود. تضغط عليها وبعدها تروح رايح على تصميم الجدول. وتختار اللي هي الحدود. وتختار بلا حدود. تمام? هيتم نزع الحدود اللي كانت موجودة في الجدول. وتتحول القصيدة للشكل اللي حضرتك شايفه. طبعا بكده المهاردة الفيديو بتاعنا يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد. ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.